منتصف قطعة مستقيمة إذا كان ألف سين 1 وساد 1 وبه سين 2 وساد 2 ألف وبه النقطتين في المستوى وجيم سين وساد تقع فيه منتصف القطعة ألف به فإن إحداثيات النقطة جيم تساوي سين 1 زي السين 2 على 2 وساد 1 زي السين 2 على 2 إحداثيات يعني زوج مرتب المسكت الأول عبارة عن سين 1 زي السين 2 على 2 فالمسكت الثاني عبارة عن سين 1 زي السين 2 على 2 ناخد مثال ونطبع عليه القاعدة إذا كان ألف وبه إذا كان ألف خمسة واثنين وبه 1 وأربعة وجيم منتصف ألف به فوجد إحداثيات النقطة جيم لما نحل نطبع القاعدة التي عدت التي نرى من قليل إحداثيات النقطة جيم هتساوي تمام سين 1 زي السين 2 على 2 وصاد 1 زي السين 2 على 2 يبقى مجموعة السينات على 2 ومجموعة السينات على 2 يبقى يساوي مجموعة السينات هي ثلاثة وثلاثة مثال 2 إذا كان ألف سين 3 وبه 4 وصاد وجيم 3 وخمسة وحيث جيم منتصف ألف به أوجد كيمتي سين وصاد بنفس الطريقة بنفس الطريقة وبنفس القاعدة نقول الحل أنا عندي نقطة جيم التي هي كم وكم ثلاثة وخمسة مالهة 3 وخمسة أو النقطة مالهة هي منتصف على القطعة المستقيمة قلب يبقى تساوي ثلاثة وخمسة تساوي سين زائد 4 على 2 و ثلاثة زائد صاد على 2 ليه مجموعة السينات على 2 ومجموعة السينات على 2 أنا عندي الطرف الآيمن فيه زوج مرتب الطرف الثاني فيه زوج مرتب يبقى زي ما خدنا زي ما نفتكر اللي خدناه في أول درس اللي هو المسقط الأول يساوي الأول والثاني يساوي الثاني يبقى إذن هستنت من هنا أن سين زائد 4 على 2 تساوي ثلاثة ومنها أوجد كيمة سين و ثلاثة زائد صاد على 2 تساوي 5 ومنها أوجد كيمة صاد سين زائد 4 على 2 تساوي 3 معناها أن سين زائد 4 تساوي 6 معناه أن سين تساوي 6 نقص 4 بعدين 2 من هنا ثلاثة زائد صاد على 2 تساوي 5 يعني ثلاثة زائد صاد تساوي 5 ثلاثة 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 يبقى جدد صاد يبقى جدد تساوي 10 نقص 3 بسهولة جدا باستخدام منتصف ثلاثة مثال ثلاثة إذا كان ميم منتصف ألف B وكان إحداثي ميم سالب 2 و3 وإحداثي ألف 2 و3 و5 يوجد إحداثي نقطة B ميم منتصف ألف B ألف موجودة وبها مجهولة أول نفترض لما نحل سنفرض أن إحداثيات B هي سين وسط سنفرضها بسين وسط وبعدين نقول ميم منتصف ألف B يبقى إحداثيات ميم اللي هي سالب 2 و3 تساوي الزوج المرتب المكون منه ألف إحداثياتها 2 وسالب 5 بإحداثياتها سين وسط يبقى 2 زائد سين على 2 وسالب 5 زائد سط على 2 وبطريقة المسكة الأولية يساوي الثاني والثاني يساوي الثاني هذا يعني أن سالب 2 إذا 2 زائد سين على 2 يساوي سالب 2 وسالب 5 زائد ساط على 2 يساوي ثلاثة من العلاقة الأولية سأجد كيمة السين والعلاقة الثانية سأجد كيمة الساط 2 زائد ساط على 2 يساوي ثلاثة 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 يبقى إذن ب هي سالب 6 و 11 خلاصة إذا كانت ألف سين واحد وساد واحد وب سين 2 وساد 2 وكانت ميم منتصف ألف ب فإن إحداثي نقطة ميم تساوي سين واحد زائل سين 2 على 2 وساد واحد زائل ساد 2 على 2 إحداثيات نقطة ميم عبارة عن زوج مرتب المسكت الأول هو مجموعة السينات على 2 المسكت الثاني هو مجموعة الصدات على 2 تعالوا نشوف تمرين نحله مع بعض إذا كانت جيم منتصف ألف ب حيث جيم 4 وسالب 2 و ألف 3 وسالب 1 وب سين وساد وجد إحداثي نقطة ب تعالوا نحل المثال ده مع بعض كده ونشوف هاتحلت زي الحل زي ما شفنا جيم منتصف ألف ب يبقى ناخد نقطة جيم في الطرف الأيمن اللي هي 4 وسالب 2 نقطة جيم منتصف ألف ب ألف إحداثيات 3 وسالب 1 وبه إحداثيات سين وساد يبقى هنقول مجموعة السينات يبقى 3 زائد سين على 2 و مجموعة الصدات على 2 سالب 1 زائد ساد على 2 يبقى المسكت الأول بيساوي الأول والتاني بيساوي التاني إذن 3 زائد سين على 2 تساوي أربعة و صاد سالب 2 على 2 تساوي تساوي سالب 2 يبقى إذن معنى كده إن 3 زائد سين تساوي 8 منها سين تساوي 5 وهنا صاد سالب 2 تساوي سالب 4 منها صاد تساوي سالب 2 يبقى إحداثيات نقطة B هي إذن B إحداثياتها 5 وسالب 2 تمام نشوف تمرين كمان تمرين 2 بيقول لي وجود كمية كلها من سين وساد إذا كانت نقطة 3 وسالب 2 منتصف القطعة المرسومة بين النقطين سين واتنين وثلاثة وساد نحل مثال بنفس القعدة القعدة بتقول إن منتصف القطعة المستقيمة تساوي مجموعة السينات على 2 ومجموعة السينات على 2 القطعة 3 واتنين هي اللي في المنتصف يبقى نقول 3 وسالب 2 تساوي تساوي سين زائد 3 على 2 واثنين زائد صاد على 2 في زوج مرتب يبقى إذن سين زائد 3 على 2 تساوي 3 واثنين زائد صاد على 2 تساوي سالب 2 معنى كده إن سين زائد 3 تساوي 6 معناها أو إذن سين هتساوي 3 وهنا في الطرف الثاني أثنين زائد صاد بتساوي سالب 4 يبقى صاد هتساوي سالب 6 يبقى إذن إحداثيات أو قيمة سين بتساوي 3 وقيمة صاد بتساوي 6 وآخر تمرين اختر الإجابة الصحيحة منتصف قلب حيث ألف 5 واثنين وبه سالب 1 وثمانية هو 2 واثنين ولا 2 وخمسة ولا 3 وخمسة ولا 4 وسالب 1 أنت مع نفسك تحل هذا المثال ومع نفهم نتعلم ببساطة